السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الخامس لابتدائي منهك النكت بلس هنشرح مع بعض الوحدة الاولى كاملة باذن الله تعالى من كتاب الباهر اعمل تدوير تلقائي للموبايل وتفرج معايا الشاشة كده تكون بالعرض theme 1 I discover myself انوان الوحدة الاولى life in my world يعني الحياة في عالمي life in my world نبدأ باللسن 1 الدرس الاول كل فيديو هيكون شامل درس كامل agree trap رحلة رائعة agree trap العنوان في النص هنا ecosystems الأنظمة البيئية ecosystems بعدين عندي على الشمال desert كلمة مش غريبة عليك forest من تلتة ابتداء وهي معنى forest الغابة fresh water المياه العذبة fresh water عكسها salt water المياه الملحة marine الحاجة البحرية marine زي اقول marine animal يعني حيوان بحري grassland الارض العشبية grassland rain forest الغابة الاستوئية المطيرة rain forest rain forest طيب نبدأ بالأكسترا فكاب storm مع صفة storm area منطقة area thick thick حاول اقول الكلام من انجليش only وانت برضو هتبص كده بعينك على الكلمة بالعربي thick salt water salt water diseases 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 butterflies 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 species 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 roots 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 trap 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 south sinai south sinai بعدين shallow 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 illnesses 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 community 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 mangrove forests mangrove forests soil 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 carbon dioxide carbon dioxide carbon dioxide important expressions and prepositions تعبارات وحروف غر هم along the coast بامتداد الساحل along the coast grow out of ينمو من grow out of save home for save home for living things living things living things living things living things non living things نعرب تفصل يعني ده تقريبا سابع فيديو عامله وانا جامل مات شكورة لان انا كنت عملت الفيديو ده قبل كده على الفيسبوك بس محتفاصتش بنسخة تاني ارفعها على اليوتيوب فعلشان كده ده بسجله اخر حاجة بعد ما فصلت خالص non living things كائنات غير حية non living things interact with يتفاعل مع interact with high out of اعلى من species of انواع من نبك ناشنال بارك حديقة نبك الوطنية نبك ناشنال بارك نبك يعني بيقولوا عليها نبك بالله جاب بتاعتنا يعني القهرويين global warming الاحتباس الحراري global warming بعد كده تصرفات الافعال conjugation of verbs arrived 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 protect protected protected interact interacted interacted survived 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 fight fought fought grow grew growing arrive يصل protect يحمي interact يتفاعل survive يظل على قيد الحياة fight يحارب يقاتل يتشاجر grow grow ground بعد كده هنا بيقولك listen and read our school trip to nabak national park by heba عثمان heba عثمان كتبنا مقالة عن منتزه او حديقة نبك او هي محمية يعني محمية نبك الطبيعية نبك is a very big national park هي حديقة وطنية كبيرة in south Sinai في جنوب سيناء along the coast here بامتداد الشاطئ هنا there are 4.8 كيلومتر of mangrove forest يوجد هنا 4.8 من عشرة كيلومتر من غابات أو غابة المانجروف which is the largest which is the largest in the red sea حيث انها الاكبر في البحر الاحمر we went there to learn طبعا في واحدة تانية موجودة قولنا قبل كده اعتقد اه لو افتكرت مكان هقولك وانا بشرة خلاص اسمها مش جاعة على بالي we went there to learn why احنا رحنا هناك علشان نتعلم why mangrove forests ليه غابات المانجروف are so important ليه مهمة جدا for the marine ecosystem مهمة ليه جدا للنظام البيئي البحري when we arrive at the beach لما وصلنا الى الشاطئ we saw we saw احنا شفنا في مارس عالم we saw trees growing out of the sea شفنا اشجار طلعة بتنمو من جوة البحر نفسه طلعة من جوة البحر most trees معظم الشجر can't grow in salt water ما بيقدرش يعمل القصة دي انه هو ينمو جوة المياه الملحة but mangrove trees can لكن شجر المانجروف بيقدر يعمل القصة دي ينمو جوة المياه الملحة they have amazing roots هو عنده جزور مذهلة which grow high out of the water وبتطلع كمان اعلى من مستوى المياه فبتنمو خارج المياه these roots هذه الجزور help them get oxygen هي طلع زي ما انت شافوا في الصورة كده طلع باره المياه علشان تحصل على غاز الاكسجين when i touched the trees leaves لما لمست الورق الشجر بتاعه they felt very thick الشكله كده سميك جدا these special leaves هذه الأوراق الخاصة او المميزة stop the plants losing water بتخلي النبات ما بيفقدش المياه بسرعة when it's very hot لما يكون الجو حر طبعا انت عارف درجة حرار لما تعلم بتبخر المياه فلا هذا كمان عليه طبقة شمعية بس مش موجودة هنا في الدرس بتحفظ المياه جواه we learned that mangroves احنا اتعلمنا ان mangrove trees ان شجر المانجروف help the environment بيساعد الطبيعة او البيئة in many ways بطرق عديدة تعالى نشوف ايه الطرودي mangrove trees protect the non living things شجر المانجروف ده بيحافظ حتى على الكائنات الغير حية and the living things وكمال الكائنات الحية في الكلام ده in the marine ecosystem في النظام البيئي البحري طيب ما تشرح لنا اكتر عايزين نفهم when there are storms لما بتكون في عواصف their deep roots الجزور دي العميقة stop the sand washing away بتمنع الرمال انها تمام تدخل لجوه انها تتحرك من مكانها يعني the forests are also a safe home for many animals يبقى هو يقصد هنا لما بيكون في عاصفة الرمال ما بتتحركش من مكانها فما يكونش فيه تعريه احنا خدنا طبعا wind erosion في منهة الكنيكت العادي تمام ايه هو العامل التعريه بالهواء ان الهواء بياخد الرمال معاه بيعمل تعريه فبيفض المكان لا هنا الجزور بتمنع الرمال تتحرك the forests are also a safe home for many animals الغابات دي بتكون مكان امن موطن امن للعديد من الحيوانات ازاي hundreds of different kinds of fish مئات الانواع من الاسماك birds, الطيور, insects, الحشرات and other animals وحيوانات اخرى live in the mangrove forests بتعيش في غابات المانجروف we could see many little fish ممكن نقدر نشوف اسماك صغيرة swimming in the shallow water بتعيش في المية الضحلة among the roots ما بين الجزور of the trees جذور الاسججار where bigger fish حيث ان السمك الاكبر منها and other animals والحيوانات التانية couldn't catch them ما بتقدرش تستطادهم تدخل كده تستخبه وسط الجزور في المية الضحلة ما يقدرش يوصلوا لها that is how mangrove trees help young fish survive علشان كده تعتبر شجر المانجروف ده بيساعد الاسماك الصغيرة انها تبقى على قيد الحياة يبقى هو الحاجتين اللي بيعملهم بيحمي non living things بيحمي البيئة من عامل التعرية وكمان بيحمي الاسماك الصغيرة دي من ان الاسماك الكبيرة تكلها وكمان تنمو العديد من الاسماك الاسماك يعني بتعيش في المكان ده والطيور والحشرات طيب هنا بيقولك the leaves take four times more carbon dioxide الله هي المعلوم مفيدة جدا دي تمام the leaves of the mangrove trees take four times more carbon dioxide from the air بيسحب أربع أضعاف غاز ثاني أكسيد الكربون من الهوى than other kinds of trees عن الشجر العادي يعني الشجر العادي اذا كان بيسحب مثلا طن لا ده بيسحب أربع طن مثلا في اليوم mangrove trees help us with global warming يبقى كده بيساعدنا في الوقاية من الاحتباس الحراري طبعا انت عارف ايه اللي بيعمل غاز ثاني أكسيد الكربون لما بيكتر في الجو الجو بيسخن فالجليد بيسيح فالدنيا تخرب وبعدين التلج ده لما يسيح ينزل علينا بمية والمية تغرق الدنيا وهو ده خطر الاحتباس الحراري فا ايه الحل ان احنا نقلل من غاز ثاني أكسيد الكربون من المصانع والسيارات وكده فالمنجروف بيعمل القصة دي بيسحب أربع أضعاف الشجر العادي من غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء فهمت؟ احنا ايضا رأينا خلي بالك هي ده من تعودت نقولها بريتش لكنها بصراحة كامريكان كمانهاج امريكان المفروض نقول سا تمام؟ احنا شفنا ورد كده لونه أصفر موجود على شجر المنجروف هناك الكثير من بيز في نحل كتير وحشرات تانية انذم موجودة في الورود دي بيز ميك اسبيشل هاني تمام؟ النحل ده بيعمل عسل مميز من الظهر بتاع المنجروف ده بينتج عسل مميز من الظهر بتاع المنجروف ده بينتج عسل مميز الناس بتقول ان عسل غابات المنجروف ده يساعد في محاربة العديد من بعض الأمراض and diseases هنا نفس المعنى بتاع المنجروف ما فيش حاجة جديدة خلاص ما احبت أكثر من الظهر من الظهر بيعمل من الظهر بيعمل مميز ما احبت أكثر حاجة عن الظهر عن غابات المنجروف صلاة الفجر ماشي يا سيد ما احبت أكثر عن الظهر من الظهر بيعمل كل الفصائل المختلفة عملة مجتمع مع بعضها النباتات الحيوانات كلهم والحشرات بيتفاعلوا مع بعض لكي يبقوا على قيد الحياة لا أردت كثير من الظهر من الظهر لا أردت فصائل مختلفة من الفرشات لقد كان يوما رائعا هل الدرس خلص ولا لسه في حاجات هنا مقسم لك تأسيمة النظام البيئي على الشمال Living Things الحاجات الكائنات الحياة اللي بتعيش فيه Non Living Things مميزات الطبيعة الغير حية الموجودة في المكان نبدأ بالنظام البيئي الصحراء والديزرت الحيوانات Living Things الموجودة فيها الكائنات الحية الموجودة Camels Lizards Foxes الجمال والسحالي والتعالب الحاجات الغير حية البيئة بتاعتها Sand Rain Forest الغابات المطيرة إنسكتس حشرات سنيكس تعبين أرود والأرضية بتاعتها Soil تربة عادية تربة زراعية تنمو فيها النباتات Marine بحري نظام البيئي البحري Fish سمك Coral Reefs اللي هي الشعب المرجانية والحاجات الغير حية Non Living Things هي Rocks الصخور Water الماين Grassland الأراضي العشبية Grass Lines وهي فيها Soil فيه حاجة تانية في الدرس الأول معلش هو تركيزي مش قد كده في الدرس ده لكن حبيت أشرحه خلاص علشان تبقى الوحدة كاملة بالنسبة للدرس الثاني شرحناها جماعة قبل كده في الكورس الصيفي اللي عايزه هبعت له اللينك على صفحة الفيسبوك تحياتي لكم أسر الكلاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر